سؤال الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك ما دينك تنتي مللتير بروثم مللتير أمر عالو تنا كلام ديتي و مللتير حد شه إسلام كي دوريل شهو كاري جانا آر جيتي قبره ديتي و پروشن جيك شاكره نعم قد يصلك شعر يقول هل أنت مسلم اپنا كي كنو پروشن كاري پروشن كرتباري جي اپني كي مسلم تقول نعم أنا مسلم ما هو الإسلام لابد تتعلم الإسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد بأن تسلم لله تفرد الله بنوع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات تقول نعم إسلام حد شه توحيد درجة تين پروكار روح شه توحيد ألوهية والربوبية والأسماء والصفات اي تين پروكارير مادهو مي الله رو بلا عالميني نيكور آتو شمار پون كرا والانقياد له بالطاعة المسلم لابد أن يطيع الله سبحانه وتعالى والأعصى يعني مسلم يصلي ولابد لا يقول أنا حر لا أصلي نعم والبراءة من الشرك والأهل المسلم لابد تميز عن المشركين بالقلب واللسان والجوارح نعم مراتب الدين ثلاث مراتب الإسلام أول مرتبة أول درجة وأعلى منها الإيمان وأعلى منها الإحسان المرتبة الثالثة نعم الإسلام أركان الإسلام خمسة پروثم جه دينه إسطار إسلام إير رکون حجي پانس تي والإيمان أركان ستة والإيمان إير رکون حجي چوية تي والإحسان رکون واحد والله أعلم والإحسان رکون حجي اك تي ترجمة نانسي قنقر